السيد وزير قطاع الأعمال اللي طلع الحقيقة يقول في تصريح عالمي خرافي هننافس بأميس قطن مصري هننافس هنبيع الأميس بستمائة جنيه برة هنطلع أميس قطن مصري تمنه ستمائة جنيه ده وزير قطاع الأعمال وبيكلم على تصنيع أميس من القطن المصري للبيع بستمائة جنيه ودي واحدة من الحشيش التحشيش الجامد قوي بس دي بشمس رصير يعني مش حشيش يعني تقريبا من 37 إلى 40 دولار ما شاء الله بجد والله هنطلع أميس من القطن المصري ومن المصانع المصرية الخاصة وبتاعت الدولة ونصدر الأميس برة فالناس يشوف الأميس تقول لك ده أميس مصري تصنيع مصري 100% قطن وتصنيع ب 37 دولار معرفش بكم يورو لكن لحظة بس عشان تعرف إنه بيحشش عليك اسأل نفسك هو الأميس القطن المصري ده محتاج إيه بقى محتاج قطن تبقى القطن محتاج إيه محتاج مية تبقى المية فين في السد أنت بعد كده مش تزرع قطن خلصت صناعة القطن في مصر لأن القطن زرعة محتاجة ري محتاجة مية وبالتالي أنت هتبقى عندك مشكلة كبيرة أنك تزرع محصولين القطن والرز فإذا ما كانش في قطن هتعمل الأميس منين شوف 19 معلومة دي بتلخص أسباب تراجع زراعة الدهب الأبيض في مصر شوف كده 19 معلومة تلخص أسباب تراجع زراعة الدهب الأبيض ده من اليوم السائع واحد عدم وجود آلية واضحة لتسويق محصول القطن على مدار العام السابقة اتنين عدم التنسيق مسبقا مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادي ثلاثة تعاهد المزارعين خلال الأعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى لعدم وجود آلية تنفيذية للتسويق المحصول والاتجاه إلى زراعة بعض المحاصيل التسويقية أربعة لجوء الشركات الاستيراد بدلا من شراء المنتج المحلي خمسة التأخر في إعداد خريطة صنفية وتحديد مناطق زراعته ستة سيطرة مافيا تاجارة السوق السوداء على السوق وبيعه بقال الأسعار سبعة زيادة تكليفة زراعته والتي لا تصل إلى أكثر من 9000 جنيه الفداد تقدر المساحات التي ينبغي زراعتها تسعة توقف تصنيع الغازد من القطن طويلة تيلة واستخدام القطن المصري في نحو 50% من صناعة الغازد عشر عدم تطوير صناعات الغازد والنسيج المحلية حداشر تأخر استنباط أصناف جديدة تزيد من انتاجات الفدان اتناشر غياب الحمالات الترويجية للقطن المصري على المستوى الدولي تلاتاشر عدم وجود رقابة على حركة النقل نقاوي الاكثار بين المحافظات أربعتاشر اختصار انتاج تقاوي الاكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خمستاشر الانتاجية الضعيفة بسبب تأخر زراعة القطن في عرض المحافظات ستاشر عدم وضع منظومة حق للعودة القطن سبعتاشر عدم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية تمنتاشر شكاوى المزارعين من نقص تقاوي القطن بالمحافظات تسعتاشر تقلص المساحات التي تزرع بسبب تآكل الرقعة الزراعية نتيجة التعدي عليها سواء البناء أو التشوين أو التجريف الأسباب اللي قلتها دي قبل ما نتكلم على صد النهضة قبل السبعة وتلاتين مليار متر مكعب اللي إسيوبيا مش موافقة عليهم اللي هيخشه مصر هيفقره تقريبا أكتر من كده هيبقى مصر يوصل الله عليه خمسة وعشرين مليار يعني فيه زراعة قطن خلصت خلصت وزير قطاع الأعمال طالع في وسط كل القصة دي يوعدكم بإن إحنا هنصدر أميس مصري بستمائة جنيه لأوروبا أو لأمريكا قمة الهزيان